الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم الدين وبعد فقد تحدث القرآن الكريم عن مصر حديثا عظيما وذكرها بما ينبئ أنها أرض عظيمة مباكة ويكفي أن الله عز وجل شرفها بالوادي المقدس طوى وتجلى فيها على كريمه ونبيه سيدنا موسى عليه السلام حيث يقول الحق سبحانه وتعالى يا موسى إني أم ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ويقول سبحانه هل أتاك حديث موسى إذ نادى غابه بالوادي المقدس طوى ويقول سبحانه فلما أتاها نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المبعكة هذه البقعة في أرض مصر في سيناء الطيبة في أرض مصر المبعكة في البقعة المبعكة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأقسم بها الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حيث يقول سبحانه مقسما بطويها والطوي وكتاب مصدور ويقول سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطوي سينين وهذا البلد الأمين وفي أرض سيناء تنبت الشجرة المبعكة حيث يقول الحق سبحانه وتعالى وشجرة تخوج من طوي سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وفي هذه الشجرة شفاء وغزاء ودواء يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدهنوا به فإنه من شجرة مبعكة وتحدث القرآن الكريم عن مصر وعن كونها دولة عظيمة سات حضارة فوصفها بالمدينة خمس مرات في كتابه العزيز أربع مرات في قصة سيدنا موسى عليه السلام حيث يقول الحق سبحانه عن سيدنا موسى عليه السلام ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ويقول سبحانه عجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمعون بك ليقتلوك فخرج إني لك من النص ويقول سبحانه عن سيدنا موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يتعقب ويقول سبحانه وتعالى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمك ومكهتموه في المدينة والمرة الخامسة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام عندما قال وقال نسوة في المدينة مرأة العزيزي تعاود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ووصف حاكمها بالملك خمس مرات يقول سبحانه وتعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وقال الملك إني آه سبع بقارات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يا بساد يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون ويقول سبحانه وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ويقول سبحانه وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ويقول سبحانه قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنبه زعيم ويقول سبحانه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع ضاجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وعندما يتحدث القائن عن حاكم مصر بالملك فهي دولة عظيمة وملك عظيم ألم يقل سبحانه وتعالى على لسان مؤمن أهل فرعون يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض وهو ملك عدل مصر على مدار التاريخ دولة قانون تحترم القانون ذلك أن سيدنا يوسف عليه السلام عندما أراد أن يستبقي أخاه لو حاكمه بالقانون المصري آنذاك ما استطاع أن يبقيه وإنما حاكمه بقانونهم هم واستنطقهم بالحكم حيث يقول الحق سبحانه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نافع ضاجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم وهي بلد مكرام بلد كريمة ألم طاء إلى قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام ألا طعون أني أوف الكيلة وأنا خير المنزلين وكانت موقعا تجاريا دوليا كبيرا فعندما حدثت الفاقة في البلاد التي حولها جاءوا ليأخذوا المهرة كما جاء على لسان إخوة يوسف وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هذه مصر على مر تاريخها بلد مضياف بلد معطاء بلد كرمها الله بذكرها في هذا القرآن الكريم نسأل الله أن يحفظ مصر وأعلى إلى يوم الدين وأن يجعلها سخاءً أخاءً إلى يوم الدين إنه لي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة